انت عملت هذا الشي عن قصد؟ أخي حبيبي، ما عقول تعمل هيك شي؟ نحن كتير فخورين فيك ما بظن إنك رح تعمل هالشي بحالك ابني حبيبي، أنا تعبت كتير لحتى شفتك شاب على أي مكان كنت تروح، كنا نروح معك شكراً إلك ابني، خليتنا نعيش حياة حلوة كتير ليك؟ هاي الدكتور فاتح جنبك ومعجبينك قدام باب المشفى نحن كلاياتنا جنبك يا ابني يلا أقول، انت عملت هالشي عن قصد؟ احكي ابني انتوا جنيتوا شي؟ ليش لحتى أعمل هيك؟ شو أنا مجنون؟ سمعتوا حضرة الدكتور؟ يعني ما بقى في داعي حدا يخبص بالكلام تمام، صار سوء تفاهم، خلونا نرجع لشغلنا هلو سيد جنيد مشان العملية أول شي خلي هذا الدكتور يطلع لبرة ما بدنا إياهون نحن ما بدنا هذا الشخص الغريب يكون موجود هون هذا مانو غريب هذا الدكتور لا تخلوني هد المشفى فيه راسكن نحن مرضى، ونحن عنا حرية نختار الدكتور اللي بدنا إياه لا تعيط علي تركنا لحالنا شوي لو سمحت معافة إن شاء الله تمام وهلأ صار وقت إنه تاخد القرار مين بدك يساوي العملية؟ الدكتور تبع النادي؟ ولا نحن؟ مانو غريب مانو غريب مانو غريب مانو غريب ما ما بدو ياني؟ أنا أضليت جنبه طول الوقت شو؟ راح أختار دكتور من المشفى بس أنا راح أسيبهم على هذا الشيء مانو غريب انت ليش ليك؟ أنا مصاب بالتوحد ومتلازمت الموهو مصاب بالتوحد؟ ما أم صدق أبداً إنت كان أترك واحد قيمته ملايين الدولارات بأمانتك؟ شو أنا جنيت له حتى أعمل هيك شي؟ دكتور مصاب بالتوحد؟ ليش ساتك عم بتغيض يا سيد فاتر؟ شو نسيت إنو حضرتك دكتور؟ انت جاوزت حدودك لو سمح تطلع لبره انتو جنيتو شيء بس أنا راح أسيبكن علي عم تعملوه ما راح أترككن أبداً راح أسيبكن أنا فرجيكن لا تقلق علي ما بيقدر يعمل شيء أبداً وما إلو علاقة بأي شيء يلا عم الشبي دعال معي يلا علي يلا الوضع عم كركب كتير هون لأسباب مو بإيدنا أبداً ايه؟ قالوا لي سيد تانجو لا كرت القدم ما هيك؟ أنا راح حدد موعد تاني للعملية لا تواخذني تمام؟ يلي بتلاقي مناسب سيد تانجو ماشي معافة إن شاء الله شكراً حضرتك سيد تانجو؟ فضل؟ ليك يا رئيس الأطباء صح أنه جنيت اختار جراح من عندكم ليساوي العملية بس هذا الشي ما بيعني أنه نحنا راح نقعد ونفرج عليكم عفواً؟ الدكتور اللي مصاب بالتوحد ما بدي إياه يفوت على العملية بنوب نحنا ما نقرر مين بيفوت؟ ليك؟ جنيت مو مريض عادي هو استثمار إذا سمع النادي هذا الشي حتى أنا ما بقدر وقفهم نعم أنت من وين جفت رقمي؟ أنا ما إلي علاقة بهالأمور أبداً ماشي؟ ناقصني الصحفيين ها وهي موضوع تاني النادي بدو ياكو نتوضحه إذا كان وضع جنيت منيح ولا لا إني خايفين لأنه راح ينتقل على إنجلترا عم تفهم ماذا شي سيد تانجو؟ سمعني الشي الوحيد اللي بيهمني هو الوضع الصحي للمريض الأمور التانية ما بتهمني ولا بتهم المشفى عم تفهم؟ هذا سيد تانجو رئيس الأطباء خلونا نسأله فوراً جنيت راح يقدر يلعب مرة تانية؟ شو وضع انتقال الأنجل؟ تحضر شلل شي بقدر ينتقل؟ اسمعوني يا شباب خون مشفى لو سمحت أهده شوي في مرضى أكيد نحن راح نعطي تصريح صحفي تعالى عندي هلأ الشب راح ياخدكن على المكان يلي منساوي فيه تصريحات صحفية شكراً بس يا سيد تانجو يا شباب انصاب الشلل شوي شو وضعوا؟ لا تقلقوا النادي تبعنا راح يخبركم بكل شي سيد تانجو سيد تانجو ليك سيد تانجو لا تنسى انه أغلب أعضاء مجلس إدارتنا هن بقائمة التبرع عنتكن كمان يعني أكيد أنت محابب تزعلهم ما هيك؟ شو كأنه عم تهدد؟ أنا عم حذرك سيد تانجو مو مجرد مريض يلي موجود هون في وراء أشخاص كبار راتب واحد من المحامين يلي بالنادي ممكن يشتري فيه هذا المشفى ولا تنسى المشجعين يلي وقفين برا وكمان أنا عرفت شغلي هذا الدكتور عليه محكمة يا رئيس الأطباء ما لك بتخيل خطورة الوضع بما أنه الصحافة هون لا تخليني يساوي من شكله أنت شو بدك؟ الدكتور المصاب بالتوحد ما بدي يقرب على مريضي حيلوك تي يمكنك الاشتراك في قناتنا ومشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها اشتركوا في القناة